الأتراك ذاهبون إلى مهمة كبيرة نحن علينا أن نعلم أن وزير الخارجي عندما يأتي إلى العراق سيأتي بملف كبير وهو ملف متطلع عليه كثير هو يفهم نقطين إضافة إلى يفهم موضوع حزب العمال وتأثيره وأماكنه ومقراته لكنه يعلم جيدا ما هو المشهد السياسي العراقي يعلم الصراعات بين الأحزاب والكتر السياسية يعلم طبيعة العملية السياسية وكيفية إدارته داخل العراق يعلم من هم المؤثرون داخل المشهد السياسي العراقي لا ننسى أنه قبل سنة من الآن قام هو بزيارة إلى العراق واستمرت أكثر من ثلاثة إلى أربعة أيام التقى بها مع رؤساء أحزاب وكتر سياسية داخل العراق وهو كان يمثل رئيسا للمخابرات التركية إذن هنا لأصل حتى يعلم المشاهد الكريم أنه جانب التركي على طلاع كامل بما موجود ويعلم خبايا الأمور في العراق وبالتالي هو يعلم نقاط القوة ونقاط الضعف إن وجدت داخل الملفات التي يتحدث منها العراق هو الآن أمامه يعني عندما يريد الآن أن يعطي للعراق الحصص المائية هو سيكون أمامه ماذا أن علينا أن نتفق هناك أمن وطني قومي تركي يهدد أمنه وهناك أمن غذائي وأمن مائي عليكم أن نتعاون فيه طيب هل تعتقد مسألة المياه وسيطرة تركيا على مسألة المياه تعطي نفوذا لتركيا هنا الاستغلال الموجود أو التعامل بين الدول بسببهم يعلمون يعني إحنا ليس غريبا أن نقول الآن العراق ماذا يمتلك يواجه الأتراك أو ماذا يمتلك مواجهة الإيرانيين الآن النفوذ الإيراني أو التواجد الأمريكي سمح لكثير من الدول أن تدخل بالشأن العراقي بشكل إيجابي وبشكل غير ذلك الأتراك الآن يبحثون عن نقطة مهمة شديدة أنه إضافة إلى الوضع الأمني يبحثون عن جانب الاقتصادي أنه نعلم الآن السياسة التركية أخذت أبعاد كثيرة الآن السياسة التركية تبحث عن موضوع اقتصادي تبحث عن كيفية إدامة العلاقات العراق كما قلت يعني مع تركيا لديه علاقات كبيرة وواسعة حجم التبادل التجاري الآن بين العراق وتركيا أكثر من 25 إلى 30 مليار دولار نحن الآن هناك أكثر من 2000 شركة تعمل داخل العراق هناك أكثر من عملية بناء وإعمار ومشاريع تستخدم لبنى تحتية تستخدم أو تقوم بإنشائها شركات تركية آخر الشركات الفرنسية تنازلت للشركات التركية في موضوع ماذا بناء وعادة تأهيل مطار الموصل الدولي هذه الأبعاد السياسية يجب أن تكون عامل مساعد لنا للمطالبة أولا أن نضع خطة سياسية ونضع برنامج سياسي وبرنامج اقتصادي وأمني للتعامل مع جميع دول الجوار ولكن هذا التعامل يجب أن لا يكون هناك الزواجية في التعامل عندما نتعامل يجب أن نضع مصطحة الشعب العراقي أمام الكل بغض النظر عن علاقات لا ضير أن تكون علاقاتها مع الدول متميزة ولكن لازم لا تكون على حساب الحق العراقي وعلى حساب الشعب العراقي عندما يرى الجانب التركي كيف يذهب العراق الآن إلى علاقات مفتوحة مع الجانب الأمريكي الإيراني وعندما يرى الأيرانيين يحاولون أن تدخل في جميع مفاصل الدولة العراقية وعندما يرى الأجهزة الأمنية الإيرانية تتدخل في كثير من الأمور التي تتعلق بالمشهد السياسي العراقي وطبيعة العملية السياسية وطبيعة الانتخابات الجارية وطبيعة عمل مؤسسات سيجعى من الأتراك يبحثون أيضا أنا قلت في لقاء سابق أنه عندما تسعى إيران أو يسعى الأمريكان إلى عقد اتفاقية لإنهاء البرنامج النووي الإيراني سيكون أمام إيران استعداد لإكمال مشروعها كقوة إقليمية داخل المنطقة وإكمال مشروعها في موضوع البرنامج النووي والتسليح والصواري في فالسطين هذا سيدفع ماذا؟ سيدفع دول أخرى إقليمية كتركية إلى أيضا أن تنشط فعالية عملها وتسعى إلى إيجاد برنامج نووي وكذلك السعودية باعتبارها الدولة العربية لها التأثير الآن نفس الحالة إذا نقمنا الموضوع إذن هناك دول مجاورة للعراق ومنها تركيا تريد أيضا أن تكون لها نفس ليس نفس النفوذ السياسي بمفهوم السيطرة لا ولكن بمفهوم أن تديم علاقاتها وتديم هذا المفهوم إذن أنت ترى تركيا ستحقق نفوذا أكبر في الفترة القادمة بالتشكيل الحكومية الحالية التي نرىها هناك ترجمة نانسي قنقر